ينضم علينا من تونس سيد لطفي بن صالح الكاتب والمحلل السياسي سيد لطفي إذا كان الفخفاخ يدين حركة النهضة ويتهمها بالسعي وراء مصالح حزبية ضيقة إذن لماذا يعتزم تغيير الحكومة؟ لماذا ينصع لرغبة النهضة أم أنه مجبر أو مضطر لتغيير الحكومة؟ مساء الخير هو في الحقيقة ليسل فخفاخ رئيس الحكومة لا ينصع إلى رغبة أو ما أردته حركة النهضة صحيح أنه أعلن عن نيته تغيير هذه الحكومة أو هذه التشكيل الحكومية أو إدخال بعض الوزراء أو ربما تنحية وزراء آخرين لكنه لم ينصع لماذا؟ لأنه أشار إلى كون حركة النهضة هي التي تطالب بذلك وهي التي تهدد هذا الاستقرار الحكومي لحد الآن منذ بدء هذه الحكومة عملها وبالتالي فاليسل فخفاخ يقصد يعني دون مواربة يقصد أنه سيقوم بتغيير باتجاه تنحية وزراء من حركة النهضة إذا لم يكن كل الوزراء الممثلين لحركة النهضة وبالتالي فهو لم ينصع لي رغبة حركة النهضة وإنما هو يسحب البصار ويستبق تلك المناورة التي تحكم بها يعني هذه الخطوة ليقوم بهذا التغيير وبالتالي تعود النزمة له حقائب الوزرية من حركة النهضة إذا بناء على قولك سيد لطفي كيف ستتلقى حركة النهضة هل ستوافق كيف ستكون تداعياته خصوصا أن هناك اعتصامات ورفض لهذه الحركة داخل البرلمان هي خطوة اللي نقول هي خطوة مفاجئة مفاجئة من إليس الفخفاخ رئيس الحكومة مفاجئة لمن؟ مفاجئة لي حركة النهضة على وجه الخصوص حركة النهضة أدركت وكأنها هي التي تحكم في كل شيء وننتظر ما ستقرره وتهدد بإسقاط هذه الحكومة وتهدد ربما بانسحاب ولكنها لا تقرر أي شيء بالآمس بل تقرر نية إجراء مشاورات من أجل تغيير هذه الحكومة وكأنها كما قلنا هي التي تحكم في كل شيء لكن كما قلنا إليس الفخفاخ استبقى الأمر وفاجأها بهذا التغيير المعلن عليه وسيقوم به لاحقا لا نعتقد أن إليس الفخفاخ لم يفهم الدرس بل هو فهم الدرس هو فهم الآن والآن يفهمه أنه هو الذي يحكم في هذه الحكومة وهو دستوريا مخاول له أن يقوم بتغيير أي وزير يريده وبذلك أو لذلك يمكنه أن يغير كل وزراء النهضة إذا لم نقل بعض وزراء النهضة وبالتالي فحركة النهضة سيكون لها موقفا يعني مواربا وبمثابة الهروب إلى الأمام مجددا ربما سيكون بأكثر حدة في هذه المرة لكنه سيكشف عن محصصتها ومصلحيتها الحزبوية السياسوية التي تخندقت فيها في الفترة الماضية القريبة الماضية بل نقول هذه الفترة الرهنة التي حركة النهضة أرادت أن تناول كما قلنا بين إلياس الفخيخ ومن عينه قيس سعيد يعني رئيس الجمهورية لكنها فشلت أو أفشل هذه المناورة أشكرك سيد لطفي بن صالح إلياس الفخيخ إلى حد الآن شكرا جزيلا لك لطفي بن صالح الكتب المحلل السياسي كنت معنا من تونس